سخارة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبية أربع طائرات شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية في إطار نقل مواد تموينية وأغطية ومواد صيدلانية مقدرة بمئة وسبعة طن مقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة البدو الروحلة بالجنوب الواسعة وقد انطلقت هذه العملية يوم الجمعة الفارط من القاعدة الجوية بوفاريكا بالناحية العسكرية الأولى والتي ستمتد إلى غاية مساء اليوم